هتقول لي انت هتبدأ بالتأكيد يا يوسف انك هتهني الرئيس بعيد ميلاده طب خليني ابدأ بداية اظنها من وجهة نظري ابعد من كده خطوة واحدة مش خطوتي تهنئة الرئيس بعيد ميلاده تأتي في تهنئة بني آدم لرئيس يحمل كل معاني الانسانية ده من وجهة نظري المتوضع رئيس عارف يعني ايه شعب قاعد يعاني يمكن خمسين سنة رئيس عارف يعني ايه جبر خاطر الناس رئيس عارف يعني ايه يشتغل اولا للناس وبعدين اي حاجة تانية رئيس من وجهة نظري هو رئيس الغلابة والغلابة بلدنا كانوا كتير قوي رئيس اكتر حاجة قاعد يشتغل عليها هي تحسين احوال الناس اجتماعيا ومعيشيا رئيس مش مشغول بمسألة الاحتفال بعيد ميلاده رئيس مش مشغول بمسألة خلق احتفاليات وحفالات وما الى ذلك رئيس مشغول فقط بالعمل ثم العمل ثم العمل حتى يتحول لانجاز تمن سنين من الشغل المتواصل والمضني نستطيع ان احنا نقول بناء على بعض كلمات من الرئيس ينام بعد اتناشر ويصحى خمسة ونص صباحا علشان يعود برضو يشتغل ملفات حدث ولا حرج على المستوى الدخلي وعلى المستوى الخارجي ويمكن اقرب حاجة تشوفها اللي حصل في شرم الشيخ خلال من يوم اتناشر ليوم تسعتاشر الا وهو النهاردة الملفات سواء اذا كانت المتعلقة بالتنمية الاقتصاد الداخلي او ملفات العمل على السياسة الخارجية على المستوى الاقليمي والافريقي بل والدولي كل سنة وسيادتك طيب عقبال مئة سنة عقبال مئة سنة من العمل ومئة سنة من الانجاز ومئة سنة من البناء ومئة سنة من جبر الخواطر ومئة سنة من الاحساس الحقيقي والعميق بمشكلات الناس رئيس طول الوقت مش بس بيشتغل من جوه مكتبه وازن كلنا بقينا عارفين يوم الجمعة يعني يوم الجوالات بتاعة الريس علشان يشوف الناس بتتكلم في ايه وبتحكي في ايه ومشغولة بايه ومتدايقة من ايه وايه مشاكلها وهتتحل ازاي لا يكتفي فقط بما يأتي اليه من تقارير الحكومة والمؤسسات المختلفة هو عاوز يشوف بعينه ويسمع بودانه وفيه اكتر من موضع رئيس يتحدث دائما بالصدق وبيتكلم طول الوقت من قلبه اطندليโعسر ولوكرا